كما كان متوقعا لم تأتي لجنة التحقيق الحكومية بنتائج تريح قلوب ذوي ضحايا حريق الحمدانية في محافظة نينواء الذين فجعوا بأبنائهم النتائج التي أعلنها وزير الداخلي عبدالأمير الشمري شملت تفاصيل وصفية عن ظروف نشوب الحريق في قاعة المناسبات بينما تجنب الحديث عن الفاعد الحقيقي والفساد المحمي سياسيا بحسب العديد من الأوساط الدينية المسيحية رئيس أساقفة أبرشية الموصل للسريال الكاثوليك بن ديكتوس يونان حنو دعا الحكومة إلى سحب تحقيقها الذي وصفه بالمخجل وإجراء تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عن الفاجعة لا مقبول هذا القرار الذي صار حسنا أنه قرار روتيني عادي شكلي لا يشفي غليل المواطنين هذا الشيء ثاني أمور أنه المحاسبة يعني نحن نريد ضرب الفاسدين الكبار يونان حنو قال أن التحقيق تجاهل المقصر الحقيقي وركز على إعفاء مدراء الدوائر في الحمدانية فيما تحدث عن محاولات استغلال الفاجعة لأغراض سياسية مهددا بمقاطعة المكون المسيحي لانتخابات إذا بقيت الأمور على حالها وما بعيدة وما بعيدة إذا استمر الوضع حاقد ما بعيدة استمر الوضع حاقد وهي لأول مرة أن أعلن أنه أنا أقاطع الانتخابات بعضي أطلب من شعبي أن يقاطع الانتخابات نهائيا في ذات السياق قال بطرييرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم الكاردنار لويساكو قال إن الحريقة كان بفعل فاعل إن باع ضميره ووطنه لأجندة معينة في إشارة إلى ميليشيا بابليون بزعمة ريان الكلداني مشيا إذا أن الجميع يعلم أن الفساد ينخر العراق وأن الميليشيات تعبث بأمن البلاد واستصمت الحكومة التي لم تعد تخجل من الناس قاعة الحمدانية التي تحولت من قاعة للأفراح إلى مأتم كبير انقضى تحته العشرات حرقا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من مأسي العراقيين التي تتعامل السلطات الحكومية معها بلجان تحقيق إما أن تسوف وتماطل لتدفن الحقيقة أو أن تخرج بنتائج ذرا للرماد في العيون تقدم فيها صغار الفاسدين أكباش فداء وتتستر على المجرمين الذين يحظون بالنفوذ والحماية من ساسة وزعماء ميليشيات يهيمنون على جميع مقدرات البلاد